دائما ضيفنا حاضر معنا في البلاطوليوم معنا واحد من الشباب اللي كان طلع علينا طبعا سابقا دمن قناة النهار وهذه طلطة الثانية ضمن برنامج سبعة لسبعة تقافة محمد الونيس أهلا بك محمد رئيس سلمك عبد الرزاق شكرا على الاستدافة ويشرفني أني نكون تاني مرة هنا معكم في قناة النهار شكرا محمد الونيس محمد الونيس ربما لي ما يعرفش محمد الونيس مشاهدين على الكريم كاميرا سبعة لسبعة تقافة راح تزارة محمد الونيس في المنزل ديالو وكذلك في استوديو التسجيل وتعرفنا عن كتاب على محمد الونيس وعدنا لكم هذا التقرير ونتابعوه ثم نعم محمد الونيس واحد من الشباب الطموحين الذين يختاروا أن يشقوا طريقهم الفني على حسابهم الخاص ومعتمدين على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الانتشار موسيقى الهدف أن ندر نقلة نوعية في الفن الجزائري أنا كيف بدت نسجل أغاني لبنانية نوعي أنا أنتجت أغاني جزائرية وراني نستلنا الصدد لها يعني خرجت واحدة بارك اللي كنت تسمعها النهوض بقطاع الفن والموسيقى وتقديم فن هادف يبقى مسؤولية القائمين على القطاع خاصة إن تعلق الأمر بشباب موهوب سيمثلون صورة الفن الجزائري يوما ما ورغم ضعف الإمكانية اللازمة لتسجيل أغانيه إلى أن محمد وجد بعض الأشخاص الذين وقفوا إلى جانبه وساعدوه بالنسبة له هذا المونتج أنه المستمع الجزائري يسمع غير الأغنية الرايوية لترقص لكن أنا نوجه لهم رسالة ونقول لهم لكم غلطين بزاف والمجتمع الجزائري مجتمع دو النهوض بقطاع الفن والموسيقى وتقديم فن هادف يبقى مسؤولية القائمين على القطاع خاصة إن تعلق الأمر بشباب موهوب سيمثلون صورة الفن الجزائري يوما ما قال أحبيب لا غالي نشكله همي وحدي إذن مشاهدنا لكلم كان هذا بورتري لمحمد الونيس فقط أشكر كل من زميلين عادل غضبان ومهدي خيدر لتنقله المنزل وكذلك تنقله معه لسوديو التسجيل وعرفونا عن كتب على محمد محمد حبيت أنه يكون ضيفي اليوم كعينة على مجموعة طبعا من الشباب الموهوب في الجزائري لكن ربما ما سمحت لهش الفرصة أنه يبرز طاقاته كذلك مختلف إبداعاته ولينا نشوفه ربما المجموعة من الشباب الجزائريين في برامج عربية وأجنبية دون أن نشاهدهم في الجزائر وحتى أنهم يحقون نجاحات كبيرة ولما يعودوا للوطن لا جديد على تلك الأسماء حبيت أنه يكون كذلك معي محمد حتى ندرج معاه في هذا الموضوع محمد طبعا كما شفنا صوت جميل وكذلك حضور وأيضا عندك إرادة بش يعني تقدم كتير للساحة الفنية لكن بعيدا عن الدعم اللي ربما وزارة التقافة هي صخرت لتكون يعني موجودة مع مختلف الشباب مختلف الفنين حتى تدعمهم بدأ معك محمد طبعا إبداعك وحتى ألبومك اللي جاهزتو يعني على الطريق ووسائل التواصل الاجتماعي ربما كل من مصاريفك الخاصة هكذا محمد يعني نعم أنا الألبوم بديته في سنة 2014 وحتى الآن مازا ما كملته بقولي أغنيتين إن شاء الله كنت رح نطرحه بسبع أغاني لكن غيرت رأيي لأنه كانت الأغاني اللبنانية يعني أكتر من الأغاني الجزائرية كانت مسيطرة إذا نغيت رأيي وقلت يعني نمدل محاولة أن تكون قريب لأغاني الجزائرية أكتر نعم فعلا كبداية لازم نبدأ بالجمهور الجزائرية من بعد ننطلق العالم العربي إن شاء الله نعم بحول الله محمد كلها بمصاريفك الخاصة كلها بمصاريفك الخاصة هكيش ولا دعم لا ولا دعم يعني أنت كشاب موهوب وطموح بيت يعني تمدل الساحة الفنية لماذا ربما هذا الإجحاف من مختلف مؤسسات التقافية سواء كانت وزارة تقافة وحتى بمؤسساتها المختلفة يعني بكل صراحة أنا ملجأش ليهم نعم يعني بداياتي بديتها بمصاريفي الشخصية نعم يعني بمساعدة الأهل دي علي الوالد من الخصوص إذن الألبوم أنا قررت أن ندره بمصاريفي الخاصة من سينجل من فكرة سينجل تحولت إلى ألبوم وحمد الله توفقت ومازال غنيتين إن شاء الله وانطرح الألبوم عفوا لكن المشكل هو مش في الأغاني اللي قدرتها يعني الأغاني أنا مقتنع بها وكذلك بالك أنت تكون مقتنع بها سمعتها وكل يعني لفاتك راني هنا معاكم يعني القناة النهار مثلا اقتنعت بصوتي واقتنعت بموهبتي وراني هنا اليوم معاكم لكن المشكل هو أنه بعد ما نخلص الألبوم شكونا حيدي الألبوم هذا هذا هو هدية علمت الاستفاة نعم هنا كذلك فقط نفتح باب أنه قناة النهار دائما هي يعني بيت لكل الموهب الجزائري خصوصا الشباب منها أنا قصت لك فقط المساعدات مش فقط المساعدات المادية ربما حتى الترويج لأنه لما تفتح لك مؤسسة ثقافية وحتى وزارة ثقافة تفتح لك فضاء أنك تقوم حفلات أنك تكون قريب بالمشاهد يعني هذا يساعد في الانتشار مش فقط المساعدة المادية ربما أولويات الفنان لما يكون في بداية وأكيد هو اللي يدفع مصاريفه حتى يحقق ألبوب لكن الانتشار هذا هو الهدف يعني وزارة الثقافة لازم تلعب دورها لأنه خصوصا مثلا في قصنطين عاصم الثقافة العربية ربما المشاركة في مثل هذه المهرجانات ومثل هذه الحفلة يعني أنا ما أخذش اللوم الروحي وما أخذش اللومهم من قول بالك ما يعرفوني إش مازا ما عرفوا كونه محمد ليونيسكا فنان لكن أنا عرفت ناس في الوسط الفني عرفت بزاف ناس في الوسط الفني وأعطاني وعود لكنها كلها وعود كما يقول وعود كذيبة نعم لكن من الجانب الوزارة الثقافة أنا ما لجأش ليهم لكن كان جانب آخر هو يعني لوندا ولوندا دخلها في وزارة الثقافة نعم يعني أنا شوي مان بخف لوندا وجو فيان دريكو بيغي ما كاختم لوندا أنا نستنى يعني نستنى يعني عرضت هكذا نعم نحاولين طيب نتحدثوا على الألبوم الجديد ربما الأغاني شكل يساعدك في كتابة الكلمات وغيرها يعني من ناحية الكلمات والألحان 99.99% كلها من الكلمات والألحاني كان غنية واحدة فقط اللي هي مشي من كلماتي لكن أنا الكاتب والملحن نعم والمؤدي والمهدب نعم يعني حتى التهديب لأن الأغنية لازم تكون فيها تهديب نعم يعني الكلمة واللحن والصوت ما يكفيش نعم حتى تهديب الأغنية نعم لا توناليتي كل عملت عليهم يعني أنا كل شيء درته وحدي نعم وبيدون دراسة طيب نتفقوا على شيء ربما الغناء هو موهبة لكن ربما كتابة الكلمة والتلحين وأكيد لازم يكون فيها تكوين خضعت التكوين لا عند الزر كذلك موهبة نفس الشيء يعني ما خضعتش لأي دراسة نعم عمري ما درست ويعني حتى اليوم اللي رحت نجيب فيه لكاخت دياري لكاخت تعلوندا لا مش بطاقة الفنان بطاقة الفنان بطاقة إدخارات في لوندا بطاقة إدخارات في لوندا استماع كذلك طيب أنت الآن مشروع نجم يعني أكيد أحيجي الوقت أنك الجميع يسمع بصوت محمد همنيس ما فكرتش كذلك ربما تشارك برامج خصيصا لهذه المواهب مثلا في الجزائر عندنا الحنوة شباب في الخارج كذلك برامج أخرى نعم طب خبرامج يعني تشبيعية نعم عبدالزاق هضرنا عليه لما خطفت الحنوة شباب تحكت تفضل نضمنا عليها تحقق معدك ماضي أسود مع الحنوة شباب دفقة في غنس يعني أنا بنسبة لي تجربة سيئة وخلح سرميتها نعم ما تخممش أن تكون تجربة أخرى حكينا عليها أنه تم قبولي ومع ذاتي كما كانوا دي غيزون يعني نسميهمش دي غيزون تم من بعدها تم إلغاء مشاركتي نعم إقصائك قال لك باللي أنا أفعل مغرور وعندي تيقاف النفس زينا يعني هذي هضلنا عليها مورو الكرام أما البرامج العربية نعم بالنسبة لي دوفويس بالنسبة لي آرب أيضل هدوما كلهم يعني أنا متأكد ميتين بالمئة أنهم كلهم موسطى لأنه مثلا تجربة دوفويس كنا شاركت فيها وتم قبولي وتم قبول زى صديقتين وجهلات تحية كنا في تونس يعني تم قبولنا تصلوا بنا نحن لتونس من بعدها رجعنا لجزائر تصلوا فينا يعني وأكدونا أنه مقبولين لكن كل حق وقت البلايند أوديشنز عيطنا لهم قالوا أنه نعتدر تم إلغاء مشاركتكم لكن أربما الأسباب لماذا محمد يعني أنتما كنتوا بالقرب وشاهدتوا يعني أكيد فيها يعني أيضي خفية أو يعني كل شي سرى مور وراء السيد وراء الكواليس حتى ربما نجل التحكيم بعيد يعني ما فيهاش أسماء جزائرية ربما ما تعرفش محمد الونيس لا ما عندهش هدف أنها تلغي محمد الونيس يعني هذا هو المشكلة ما نشفهمه حتى من جانب آرب أيضل جانب آرب من مثلا آرب أيضل أنا يعني قررت أني ما نشاركش فيه لأنه كين إنسان أو كين مسؤول هنا داخل في الفن هذا وفي الوسط الفني هو اللي يستدعي الكاستينج وهو اللي قرر شكوني بعد دونك هدوك لي كاستينج هدو قحسي توني ما أجبرك شوفوهم انتو ما تشوفوا لأفول هدوك شوف ناس شوف ناس راحو وما دوهمش انت غيرت تخلي يقول لك غيرت بدأ تقولني غيرت بدأ تباقدون تغني يقول لك بعتزل منك يعني ما يخليكش ما بتكمل الجملة الغنائية أنا آرب أيضل قائمة يعني مسبقة قائمة مسبقة حتى من ناحية الدفويس يعني نقولها هكذا يعني واجهن لي واجهن نقوله باللي الناس اللي يشتون في الدفويس هد العام ما كانوش معايا في تونس في الكاستينج دونك أسكو هدك الكاستينج يخسروا نظرها منها يدونا لتونس في باطل وبعد يقبلوك يقول لك سيبون نعم اخذيناك راك دم قائمة المشتريكين في البلايند اوديشنز من بعدها تلغى المشاركة تاعك باش تلقى الناس ما كانوش معايا معاك في الكاستينج نعم يعني كواليس سوداء تحدث يعني وكان حاجة عبد الرزاق من ناحية هذه المرامج اللي جازوا في البرامج هدو من الجزائريين صرحوا أنهم مداروش لكاستينج راحوا ديراكت نعم يعني صرحوا طيب محمد يعني بعيدا عن كل هذا تبقى إرادتك يعني قائمة وصلت من شوارك الفني طبعا نتمنى أن الألبوم ينزل قريبا في الأسواق حتى يستمتع بها كل شهور طيب ربما بعض العناوين من هذا الألبوم يعني والمواضيع كذلك ربما تناولتهم خلال الألبوم يعني تعمل بالمئة مواضيع عاطفية نعم كلها مواضيع عاطفية نعم فيها أربع أغاني لبنانية وفيها لحد الأن كين ثلاثة أغاني جزائرية من بينها يليالي اللي طلقتها نعم عبر اليوتيوب يعني اللي تخلي در يليالي موحمد لونيس يلا نعم كين هادي طلقتها كسنجل كما يقولوا أنا فونقو لألبوم ديالي أما الأغنيتين اللي راهم جايين جزائرية يعني من ناحية لديتخ كين أغاني جزائرية كين غلطة وحدة من كلمات كاميرا أزروا الحاني يعني الأغنية الوحيدة اللي ما كتبتها كين ياريت كين يليالي من أغاني اللبنانية كين متلومني كين شو صعلي كين ألبي خلأنا إلك كين يليالي وكذلك الأغنيتين اللي راهم جايين يعني يراني كيف يقولوا راني مقمر عليهم لأنهم محن درهم ستيل مختلف كاعة وش كين في الألبوم أغنيتين اللي راهم جايين كين أغنية ما بقالي في قلبي يعني يرها على على طريقة جديدة يعني لغيتم الجديد اللي راهو يعني شايع في العالم في الوطن العربي هو المزيج من الريتم الخليجي والكلمات الجزائرية نعم جميل لخداها ربما للعديد من الفناني سواء كان في الجزائر حتى في المغرب مثلاً سعد المجرد اللي كان وصل يعني للشهرة كبيرة للعالم من خلال المزج هذا اللي حدثه بين الأغنية المغربية وكذلك الأغنية الخليجية وحتى الشرقية طبعاً من قدرش تغادرنا محمد دون أن نتمنى ولك طبعاً قبل كل شيء النجاح في مشوارك الفني ونشوفوك ربما في فيديو كليبات كثيرة وألبومات كثيرة وانشاء الله نشوفوك لامع نجم لامع في الساحة الفنية هكذا محمد واش تغني للجمهور الجزائر أنا ياريت ياريت أنها تكون أغنية جزائرية لأحد من الأسماء سواء كانت ليك ولا حتى دو بريفيرنس نغني أغنية ليا 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 نعم يعني اللي رأي في اليوتيوب يليالي يليالي تفضل يليالي ما تضريش بيا يليالي إحنا علي يا روفي بيا يليالي أنا اللي الناس غدروا بيا يليالي يليالي خلي نجومك الضوالي يليالي ما تضريش بيا يليالي إحنا علي يا روفي بيا يليالي أنا اللي الناس غدروا بيا يليالي خلي نجومك الضوالي يليالي ما تضريش بيا يليالي إحنا علي يا روفي بيا يا تك صحة محمد وكذلك نشكرك على قبولك دعوة سبعة لسبعة تقافة وخليك كذلك وفي للبرنامج شكرا لك محمد شكرا لك شكرا لك